منذ 73 عاماً لم يذوق الفلسطينيون طعم الأمن والأمان ورغم هذا واصلوا نضالهم على الصعيدين السياسي والميداني لاسترداد حقوقهم وإن تخلى عنهم البعض ولعلهم حصدوا بعض ثمار رباط حين أصدرت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي قراراً يقضي بأن تكون لها ولاية على جرائم الحرب في الأراضي الفلسطينية وهو ما يعني إمكانية فتح المجال أمام تحقيق دولي القضاة قالوا إن القرار استند إلى قواعد الاختصاصات القضائية المنصوص عليها في وثائق تأسيس المحكمة ولا يشمل أي محاولة لتحديد وضع دولة أو حدود قانونية المدعية العامة للمحكمة فاتو بن سودا كانت قد اعتبرت عام 2019 بأن هناك أساساً معقولة للاعتقاد بأن جرائم حرب ارتكبت أو ترتكب في الضرفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية وقطاع غزة وطلبت من القضاة البت فيما إذا كان الوضع يقع من اختصاص المحكمة قبل فتح تحقيق رسمي فكان جواب القضاة بنعم رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية رحب بالقرار واصفاً إياه بأنه انتصار للعدالة والإنسانية موضحاً أن ثلاث ملفات تتصدر الأولوية في المحكمة وهي الحرب الصهيونية على غزة عام 2014 والاستيطان والأسرى الكيان الصهيوني بدوره رفض الولاية القضائية للمحكمة رغم أنه ليس عضواً فيها ما فسره مراقبون بأنه تخوف من احتمال فتح تحقيق دولي بشأن الجرائم التي ارتكبها ضد الفلسطينيين أما واشنطن فانتفضت كعادتها وأعربت عما وصفته بالقلق العميق إزاء القرار محللون قالوا إن الإدارة الأمريكية الجديدة برئاسة جو بايدن لن تختلف عن سابقاتها بهذا الشأن خاصة وأن بايدن قال في إحدى المناسبات في الماضي إنه لو لم تكن إسرائيل موجودة لكان على الولايات المتحدة الأمريكية أن توجدها كي تحمي مصالحها